هذا قد وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في أسباب العطل الفني في إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وأعلن البيت الأبيض أن بايدن على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحدي ولا دليل على أن السبب هو هجوم إلكتروني كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد طلبت من شريكات الطيران وقف كل رحلة الصفر الداخلية حتى يتسنى لها إصلاح عطل فني في إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية